موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل محاضرة المجاز المرسل والجزء الثاني من المحاضرة ونتحدث الآن عن المجاز المرسل المركب نتحدث عن المجاز المرسل المركب في البدء يجب أن تفهم عزائي الطلب ما الفرق بين المفرد والمركب المفرد هو الكلمة المفردة الكلمة المفردة كل الكلمة المفردة نطلق عليها في العربية بسم المفرد أما المركب هي العبارة المتكونة من مجموعة كلمات أو الجمل نطلق عليها المركب الآن هذه المحاضرة سوف نتناول المجاز المرسل المركب وهو كل تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة ومنه الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء للتحسر وإظهار الحزن ومثال ذلك نأخذ قول الشاعر المتنبي بان الشباب فعزم طلبه وانبت بيني وبينه نسبه والمقصود هنا إظهار التحسر والحزن والألم من قبل الشاعر على انقضاء مرحلة الشباب بحيث يقول انقطع النسب بيني وبينه الشباب ونأخذ تمارين تطبيقية على المجاز المرسل نأخذ تمارين تطبيقية على المجاز المرسل نلاحظ التمرين الأول أقبل علي بأذنه أقبل علي بأذنه ما نوع عزيزي الطالب ما نوع المجاز هنا نوع المجاز هنا هو علاقة جزئية نوع المجاز هنا أي عبر بالجزء عن الكل أما المثال الثاني أما المثال الثاني ركبت القطارة ركبت لاحظ عزيزي لاحظ عزيزي الطالب لاحظ عزيزي الطالب مجاز مرسل علاقته المحلية عبر عن الحال بالمحل عبر عن الحال بالمحل لاحظ عزيزي الطالب المثال الثالث أكلت من شجر الحديقة مجاز مرسل علاقته الجزئية عبر عن الجزء بالكل المثال الرابع أمليت من الدوات أيضا محلول مجاز مرسل علاقته المحلية عبر عن الحال بالمحل خمسة رعينا الغيفة وهنا مجاز مرسل علاقته السببية والمثال السادس جعلناهم أئمة يدعون إلى النار وهنا مجاز مرسل علاقته السببية ثانيا استعمل كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مجازا مرسلا للعلاقة التي أمامها هذا التمرين عزيز الطالب المحكمة فراغ المحلية زرت المحكمة واستمعت لحكمها يعني شنو معنات المحلية يعني المحكمة فراغ أريد منك أن تصنع علاقة نوعها المحلية الإجابة بعد هذا الكلام زرت المحكمة واستمعت لحكمها ثانيا الخبز فراغ اعتبار ما سيكون الجملة أكلت حنطة جيدة هذا العام ثالثا عين فراغ الجزئية زرعت العيون في المدينة أربع النعيم حالية المؤمنون في الجنة خالدون المؤمنون في الجنة خالدون الآن نذهب عزيز الطالب نذهب إلى تمارين الفصل تمارين الفصل نأتي إلى التمرين الأول اذكر علاقتين متقابلتين من علاقات المجاز ثم مثل لكل واحدتهم بمثالين على الأقل أذكركم سببية مسببية هذه علاقتين جزئية كلية حالية محلية اعتبار ما كان واعتبار ما يكون والآلية أي علاقتين من هاتين العلاقتين مع ذكر الأمثلة هو إجابة للتمارين الفصل الأول والجواب موجود الكلية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذه مثالين الجزئية كل شيء حالك إلا وجهه نشرت العيون في المدينة عندما نذهب إلى التمرين الثاني عندما نذهب إلى التمرين الثاني يقول بين يقول التمرين الثاني بين علاقة مجاز بين كل مجاز مرسل تحته خط في الأمثلة الآتية نلاحظ عزيز الطالب المثال الأول لا أركب البحر أني أخاف منه المعاطب الجواب العلاقة السببية ثانيا ألقى الخطيب كلمة كان لها وقع كبير في مسامع الناس الجواب العلاقة الجزئية ثالثا قال تعالى فبشرناه بغلام حليم الجواب العلاقة اعتبار ما سيكون رابعا سقت الدل والأرض العلاقة محلية خامسا أذل الله ناصية المعتدين العلاقة كلية سادسا سال الوادي نوع العلاقة هنا جزئية سابعا حما الراعي غمامة أرضه العلاقة مسببية التمرين الثالث ما المقصود بالمجاز المرسل المركب عرفه ومثل له والواقع أن الجواب موجود هو كل مركب استعمل في غير ما وضع له هو كل مركب عزيز الطالب لاحظ التمرين الثالث ما المقصود ما المقصود بالمجاز المرسل المركب عرفه ومثل له الجواب كل مركب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير مشابهة ومثال ذلك ذكرنا بان الشباب فعزم طلبه وانبت بيني وبينه نسبه شكرا لكم أعزائي الطلب في نهاية هذه المحاضرة متمنيا لكم الخير والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته